اقول الخطوات بتاعتنا في تصميم عموما ان هو فرض القطاعات. تمام? فاللي احنا نعمله بس النهر ده نحن نعرف القطاعات بتاعت الكاميرا. ده فرض. اللي تشكت بقى هنقعد فيها بقية الوقت. عندما دلوقتي هنفرض بس النهر ده على السينجي اكشن اللي حسدناها القطاعات بتاعتنا لنستخدامها. طبعا حسبت خلاص السينجي اكشن. ودلوقتي اخش على التصميم. مبدئيا طبعا عمري ما هيلاقي كاميرا بساعة 2.7 متر او 3 متر. مش هيلاقي الكلام ده موجود في جدول القطاعات. طب هاعمل ايه? ما لقيتش الكلام ده موجود في جدول القطاعات. يبقى انت كده مضطر تعمل القطاع بالطاب. تجيب بالتات وتلحمها في بعض وعكذا. عشان توصل الابعاد والسماكات اللي انت عايزها دي. قطاع شكله عملي ازاي طبعا قطاع شكله حرف اي بالمنظر ده كده. لو انا عايز بقى اصمم الوب بتاعي. اللي بقى انا لازم اصمم الوب بحيس ان هو يقاوم كوة الشير. مش معنى يعني الشير. زي ما احنا عارفين من المعلومات الاساسية عندنا. ان معظم كوة الشير بتبقى موجودة في الوب. ولما بنيجي اصلا نشاك على الشير بنشاك عليه في الوب. يقول لك انت القطاع بتاعك وانت بتختار سماكاته بتختاره بحيس ان هو يبقى امان في الشير. ده رقم واحد. يبقى الوب في الشير والفلانجة العلوية والسفلية في المومنت. ده الشير بيعتمد عليه وده المومنت بيعتمد يعني جزء كبير منه بيعتمد عليه. تمام? فدي فلسفة شغلنا دلوقتي. هنكمل على نفس المسألة اللي احنا بدأنا بيها وكومت المومنت ده خلاص حسبناها. خلاص دي جبناها في ناحية كونا حسبين امداد وحسبين كل حاجة. نغش على طولها على المسألة مطلوب منك ايه? تحسب القطاعات. مثلا من الوقت المطلوب منك ايه? انك تفرض القطاعات المبدئية للمنجردر بتاعتك. اول حاجة ايه? القطاع بتاعك عبارة عن بلتات. البلتات هي طول في صمك. يعني ايه بلت مثلا عرضه او طول وكذا. تمام? وصمك وكذا. فانت مطلوب منك طرف حاجتين. عرض البلت وصمك البلت. تفرض واحد وتجيب الثاني. هفرض هنا ايه? هفرض هنا الدبس بتاع الوب ده او البلت ده. دبس الوب بفرضه ازاي? كده كده انا اصلا عملته قبل كده. وانا برسم لوحة ليه قوت? كنت فرضه وبسبان على عشرة. فيبقى الديوب بيساوي الازبان على عشرة بيساوي سبعة وعشرين على عشرة. تمام? فيه خمسة سنطة فيه وخمسة سنطة تحت مش مشكلة. هاخد الدبس كله على بعض وازبان على عشرة. الدبس بتاع الوب نفسه كله يزبان على عشرة. هتضيف عليه مثلا كمان سمك الفلانجات وهكذا. فيبقى كده اديه وبيساوي سبعة وعشرة بيساوي اتنين وسبعة وعشرة متر بيساوي ماتين وسبعين سنطة. يبقى انا كده اعرف فرضته. ده كده فرض ده مش حسابات. ابدأ بعد كده احسب التيوب اللي هو السمك. لازم زي ما قلنا ايه? يبقى امان في الشير. بس ما سايف عليه في الشير. تاني حاجة هضيف عليه كمان اتشك كمان. ان هو يبقى امان في الباكلينج. تمام? اقول حاجة الشير. ما ابدأ ايا كده. كومة الشير بتساوي ايه? بتساوي كي او ديت زي دازل امباكت على مساحة الوب. اللي هو دي يوب في كي او. اقل من او يساوي الوبل اللي هو خمسة وتلاتين من مية. تمام? انا بقى هعمل ايه? هقول له ان انا بدل ما اكون بدل مفرد قطاعي. يعني بدلا انا ممكن دلوقتي اقول لك ايه? افرد السمك واحد سنتي. وشيك. وتأكد ان هو اقل من الالاوبل وخلاص. او اعمل حاجة تانية. ممكن اشتغل بالعكس. اقول اللي اكش هو اللي بيساوي الالاوبل. ازاي? اقول ان كيو دي زي دازل امباكت اللي هي ماتين وواحد وعشرين ديها. على الديوب اللي هو ماتين وسبعين. في التيوب. هصوي على طول بالالاوبل. اللي هو خمسة وتلاتين من مية ايه فييد اللي هو خمسة وتلاتين من مية في اتنين وتمانين. واحسب منه بالعكس كده. احسب منه ايه? كومة التيوب على طول. اشتغل بالعكس يعني. اه اه فانا هنا حسبت التيوب طلعت معي بوينت اه تمانية اربعة سنتي. تمام? اه هقربها بالزيادة اقرب اتنين من عشرة. خليتها واحد سنتي. تمام? يبقى كده السمك الواحد سنتي ده كده امان في الشير. اقرر نفس الموضوع تاني كده بس ايه? اشيك عليه في الباكلينج. اقول ان التيوب بتاعنا ده لازم يكون اكبر من او يساوي الدي ووب على امتين. بحس ان هو ما يزيدش عن واحد واربعة من عشرة. ايه ده? ده كده معضلة وضعية كده احنا اعطيناها عشان ما يجبش سمكات قليلة للوب. معضلة وضعية احنا عملنا عشان ما يجبش سمكات قليلة للوب. لانكن ده لسه بعد كده هتكمل حسابات كتيرة على سمك الواب. ما ينفعش سمك صغير قوي كده للوب يعني ايه? تيجيب بعد كده في الحسابات لان كل شوية مضطر تكبر 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 في سمك الواب. فدي معضلة بيجيب لك رقم قريب مبدئين كده من الصحة. تمام? اه فانتا تيوب بتاعك هتشاك عليه بحس ان هو ايه? يكون اكبر من او يساوي الديوب على امتين. الديوب على امتين بتساوي كم? قالك بتساوي امتين وسبعين على امتين يعني بتساوي واحد بوينت تلاتة خمسة سنتين. هقربه بالزيادة خليته واحد اربعة من عشرة سنتين. تمام? طب وعلى فرض مسلا هنفترض. انه مسلا في المتاع دي طلقلك تيوب بتاعك بساوي واحد 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 وا من الواحد واربعة بتأخذ الواحد واربعة. تمام؟ وما تلقش. بعد كده نشاك على الوب باستفادة يعني. نشاك على كل حاجة. ما تلقش. يبقى لكده اخترت سمك الوب واحد واربعة من عشر. نفس الموضوع الثاني نكرره. بعد ما عرفنا كده أبعاد الوب. نكرر نفس الموضوع الثاني على الفلانج. برضو هي ايه? هي عبارة عن عرض في سمك. عرض البلد بكام وسمك بكام. العرض هفرضه هفرضه ازاي? قال لك هفرضه سبعتاشر لعشر في المية من ارتفاع الوب. يعني السبعتاشر بمية او اتنين من عشرة من ارتفاع الوب. بحيث انه ما يزدش عن ستين. اقل من او يساوي ستين. ستين سنطر طبعا. فان هنا مثلا خطف المسألة باثنين من عشرة. اثنين من عشرة في اتنين وسبعين يعني ربعة وخمسين سنتين. اقربته بالزيادة لستين سنتين. ممكن اخلىها خمسة وخمسين برضو. بس انا اقربته لستين. تمام? اخذته بستين هنا اكمل. المجول الوحيد معي هو ايه? هو تيفلانج. دي اللي انا عايز احسبها دلوقتي. اه احسبها ازاي? نرجع بقى الاساسيات. انا عندي كده عازم جاب المنزر ده. اعمل السرس كده فوق وتحت شد وضغط. بيولد قوة شد تحت وقوة ضغط فوق. ممكن دلوقتي احرف احسب كمية التي والسي دي. التي والسي بتساوي ايه? بتساوي ام تزد طفز البكت على الوايس تين. طب الوايس تي بيتساوي كام? بتساوي سبعة وتسعة ممية الديوب لو سنجل تراك او تسعة وتسعة ممية الديوب لو دوب تراك. تمام? يعني بتساوي ايه? بتساوي الف ربا مية وعشرة ربا مية على بوين تسعة تسعة في ماتين وسبعين. يعني بتساوي كام? خمسمية سبعة وعشرين بوين تربعة تسعة طن. ايوة كده انا استفدت ايه? من الليلة دي كلها. استفدت نعرف معلومة. ايه المعلومة دي? ان معظم الاسترس بتاع العزم بيروح للفلانج العلوية وسوس الواب. يعني انا بعتبر ايه? هعتبر ان الارية المقاومة لقوة العزم دي. اللي هي الشد والضغط ده. هي الفلانجة وسوس الواب. طب واحد يقول لي يا شوانز ما هو ماشي كل حاجة تمام. بس الاسترس اللي انت بتقول عليها دي مش منتظم. يعني الاسترس اللي انت عجبها دي مش 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 شكل مستطيل. ده هي مسلس. تمام? فما منفعش تقول لي ايه? ان اتي على الارية بتساوي الاسترس. هقول له ما بداية كده احنا هنفترض. يعني ده كده ايه? تقريب حاجة تقريبية. هنفترض كده ان شكل الاسترس بتاعنا كده منتظم على المساحة دي. تقريب. ده كده تقريب عشان بس نعرف نحل الكلام ده ما نيول. ويبقى خطواتنا اسهل واسرع. هعمل موضوع ده ازاي? هحسب مبداية الافة اللي اول. طب ماشي ديها بس انستنى ديها معلش. اشتركوا في القناة ماشي ديها نكمل. ازاي ما قلنا ايه? اه. نفس الطرار اللي عملناها في الشير. هنعملها تاني برضو في المومنت. هحسب برضو الالاوبل وسويه بالاكشوال. الالاوبل بتاعنا بتاع الاسرس مقداره قد ايه? مقداره بساوي الف اسر على واحد ناص الام مدد على اقل اقل من اقوي يساوي تمانية وخمسين مئة افين. دي كده لا يزيد عندي اقل من اقوي يساوي. تمام? اه الكاميرا بتاعتنا سيمبل وعزم بوستف في بقى الفس ار بتساوي واحد ستا وعشرين. مقسومة على واحد ناص اه الام مدد اللي يمتز ستا واربعين على الام مدد ده ده زينباكت اللي هي الف ربعمية وعشرة. بتساوي. واحد بوينت خمس سنلات اطلنا على السنتيمنتر المربع. وفي حد مش عايف يخشي يا شباب. طبعا نكمل. اه اذن الاف بتاعتنا بقى بتساوي ايه? الاف الاسترس. الاسترس بتاعتنا الاكشة وبقى بتساوي ايه? بتساوي ايه? بتساوي ايه? بتساوي ايه على الاقرية. زي ما قلت لك المفروض ان الاسترس هنا مش منتظمة يعني مفروض ما ينفعش اقول انها بتساوي ايه على الاقرية على طول. ليه? لانها مش مسلس. اه مش مستطيل. الاسترس لو هي مستطيلة عم فاقول ايه? بتي على الاقرية. بس للتقريب هنشتغل على كده. للتقريب وده تقريب مش بعيد يعني ناتج برضو بطلع مظبوط هقول ان الف اكشول بتاعتنا بتساوي تي على الارية بتساوي ايه في النهاية بتساوي القلاوب اللي هو 153 طب الارية بتاعتنا اللي هي ايه قالك الارية بتاعتنا مبدايا احسن اطلع رقمها اللي هو في النهاية تساوي كيمة الفورس اللي هي 527.49 على السترس القلاوب اللي هي 1.53 هتساوي 344.76 سنتمت مربع الارية بقى اللي انا بتكلم عليها اللي هي ايه هي ارية الفلانجة والسوتس الوب تمام زي ما قلنا دي الارية اللي مسؤولة عن مقاومة العزم او مسؤولة عن مقاومة معظم قوة العزم انا حاولت العزم القوة اسامته على المساحة باسترس فساوته بالسترس القلاوبل ومن المعادلة دي قدرت اكيب الارية الارية بتاعت ايه بتاعت الفلانج زائد السوتس الوب الارية الفلانج واسس سنوبة بتساوي كام؟ بتصلب الفلانج في تي فلانج ضاءت واحد على ستة DIوب فلتيوب طب ما انا عارف الكلام ده كله ما انا عارف التيوب بقام وDIوب بقام وبي فلانج بكام كنتحسابتها خلاص فالمجهول الوحيد مع ايه هو ايه هو تي فلانج المجهول الوحيد ما اعرف المعادلة هو تي فلانج ده قدرت في حسبه هطلع لمسا من المعادلة دي اربعة بوينت ستة تسعة ستة سنتي تمام اه هقول ايه لازم الرقم ده ما يزيدش عن خمس سنتي ايش معنى خمس سنتي قالك لان السمكات اللي موجودة في السوق للبيلتات كلها اقل من اقوى سوا خمس سنتي ما بتلاقيش بلت في السوق اكبر من خمس سنتي فده اللي موجود في السوق ما زينفعش زود في السمكات عن خمس سنتي تاني حاجة هتشيك ان السي ان التيب بتاعتك اللي هو السمك الفلنج اقل من ا고 يساوي السيا على اثناشر تمام السيد اللي هي ايه ايه héلك السيد اللي هو المسافة الرافرافة بتاعت الفلنج اللي هي مبين الوب لحد نهاية الفلنج رفرافة الفلنج اللي هي كم يعني اللي هي بتساوي 60 ناقص سمك الوب اللي هو 150-60 النقص واحد اوربعة من عشرة مقسم علي اتنين هالتجيب لك ايه هالتجيب لك السي تمام ايه اسمي السي دي على اتناشر يطلع لك في النهاية كاما بحاجه الي سي على اتناشر بتساوي اتنين بوينت اربعة اربعة سنتين لازم التي فلانجي بتاعتك تكون اكبر من او يساوي السي على اتناشر دي تمام اكبر من او يساوي الرقم ده اا لو كان الاقلي طبعا انت اخده يساوي. تمام? اه الرقم بتاعنا اطلع على الاربعة بوينت اه ستة تسعة ستة. طبعا مسايف الاحتمالين. اقل من الخمسة او اكبر من السيعة الاثناشر. ولكن اضطر اقربوا بالزيادة. ممكن اقربوا مثلا ربعة تمانية او اقربوا الخمسة مثلا. انا بحب ازود لأكتر كمان. تمام? طالما لديها سماحية بزود عشان يبقى مسايف معايا بعد كده. فانا اخدته بخمسة. اللي هو اقصى حاجة ممكن اخده. تمام? بس ما تفتحش او معاك يعني. لو اطلع مثلا تلات سنتي ما تاخدوش بخمسة. ما تقربش ما تزودش اوي. تمام? انا كده عرفت ايه? عرفت السمك بتاع فلانج. وعرفت عرض فلانج. عرفت سمك الوب. وعرفت الدبس بتاع الوب. اه بيقولك بس ملحوظة اه ان ببعض الاحيان. ببعض الاحيان. ممكن تلاقي ان تفلانج اكبر من خمس سنتي. يعني ممكن ان انت بتحسف الحسابات. تلعلك مثلا تفلانج بستة سنتي مثلا. ستتصرف ازاي. تلعلك نصمك الفلانج بتاعتك اكبر من ستة سنتي. كده كده انت ما عندكش اي بلتات في السوق اكبر من خمس سنتي. ففي الحالة دي هتعمل ايه? طبعا دي مش المسألة بتاعتنا. في الحالة دي هتضطر انك تستخدم اتشن البيت. يعني ايه? يعني انا مش عارف اجيب بلتات على بعضه. ستة سنتي. فانا اجيب بلتتين فوقه بعض. والحمهم فوقه بعض. تمام? تمام? هحطهم ازاي بقى? هاجي انا من فوقه كده امشي مسافة اتنين ونص لمنو اتنين ونص شمال وحط البلت. يعني مثلا لو عارض الفلانجة دي ستين. فيبقى عارض الادشن البلت خمسة وخمسين. بس اتنين ونص سيانا عشان اعرف الحمه. اسيب مسافة لحام. اعرف الحم البلتين في بعض. تمام? فيبقى عارض البتاعته خمسة وخمسين. فانا كده عرفت عارضه. تمام? اشتغل نفس الشغل بتاعي بقى. اقول ايه? ان الاريا بتاعته اللي هي بتاعت العلوية او ستوص الوب. اااااا بتساوي ايه? انا كده كده كل حساب ته. تمام? بتساوي الستين في خمسة. ستين اللي هو عارض الفلانجة الاولين. اللي هو اقصى حاجة ممكن اعملها. اقصى حاجة ممكن اجيبها ستين في خمسة. زاد ايه? زاد اللي هو كام? اللي هو خمسة وخمسين في سمك الادشن البلت. تمام? زاد ايه زاد جزء الوب بقى اللي هو واحد على 6 في اليوب تمام بالمعادلة دي احسب بها ايه سمك الوصل obviously تمام في الحالة دي سأأ تع stage أعطيها امتاb او بلجأc القنون ده امتاb لو انا sommك الوصل من المعادلة الاولية او من التعويض الاول طلع اكبر 5 سم طلع اكبر من 5 سم فانا اصرعها وسكم اکتيشن Thai قريبا اصدعها اصيOUT ارجع اتنا اعود في معادلة العرية وزود الجزء بناء الوصل خمسة وخمسين في الفلنش shoot. ملحوظة ولكن مهمة يعني القديم shepherd ب captivation blade بينضاف بقام الله علىographer Latitude blade ينقر وفلانجة اللي تحت. تمام? عشان بس هنا نفاتي كان حصل غلطة ان في ناس كانت فاكرة ان هو ايه? ان هو فوق بس. لأ هو فوق وتحت. تحط بليد فوق وبليد تحت. تمام? آآ نرجع بقى مسألتنا. احنا خلاص كده الاديشنا بليد ده مش موجود معنا في المسألة اصلا. المسألة بتاعتنا مكادش محتاجة. آآ جبنا عرض الفلانجة وسمكها. جبنا ديبس وسمكه وعرف نها كل حاجة. تمام? المفروض بعد كده ايه?ала فرطة القطاعات. المفروض الشيء عليها. بتعمل كامل تشيك. اول حاجة TD. تلات حاجة اللي هو الغلطة لتوشنة من Puckling. آآآ اللي هو تانية حاجة اللي هو الترشينة من Puckling. تمام? الغلطة لгр awhile sound standard architect. بعد كده اللي هو الوبかったلينج تمام? واللي هوBr żلطة ل良 انوع تانية. يعني نقسم لحاجات تانية كمان. يبقى ثلات تشيكات בתاعتنا اللي بقى بعيد السنة. اللي هو check of tension, check of revolution, check of buckling. تمام? انا جي في المسألة بتاعتي مثلا وقال لي ايه? قال لي صمم القطاعات او اختار لي قطاعات الكاميرا. دكتور قال لي ايه? انا عايزك تصمم قطاعات الكاميرا. يبقى انا مطلوب مني لحد فين بالزبط. مطلوب مني مبدئيا ان انا حدد القطاعات. تمام? انا حددت القطاعات خلاص. افترتها ورسنتها جنبي هون. هكمل كمان تحسب خطوة tension stress. يعني لو قال لك احسب ايه القطاعات او اختار القطاعات بتاعت الكاميرا. هتكمل كمان وتحسب tension stress. ما تقفش لحد الابعاد بس. تمام? يبقى انت اخرك فين? اخرك لحد tension stress. طب واللاطة راتوشنا buckling واللوو باكلنج ده. قال لك ده بيجي مسألة لوحده. يعني يجي يقول لك ايه? اتشك على اللاطة راتوشنا buckling. دي مسألة لوحده. تشك على اللوو باكلنج. دي مسألة منك تصميم القطاعات او اختيار القطاع بتقف لحد خطوة tension stress. يعني انا هنا في المسألة دي كده هكمل كمان. واشاك على tension stress. دي تكملة المسألة دي. اه. tension stress بقى عبارة عن ايه? العزم بتاعنا عادي اهو عامل ثلاثين. شد وضغط. هحسب كومتة الف اكشوال. انا خلاص عرفت القطاع فهحسبه القانون العادي. اللي هو الام على ايه وفي الواي. اللي ام على ايه في الواي. المومنت اللي هي كانت كانت بكام كانت بألف الف ربعمية وعشرة. تمام واضربها في مية. اللي اي اكس بقى كانت بكام? اللي اي اكس بقى انا احسبها للقطاع بتاعها الجديد ده. موازف عمود التكابع على اتناشر زادان المساحة الربيع. طبعا طرف تحسبه بالسهولة. فتطلع لك في النهاية اللي اي اكس بتاعت الشكل ده بيساوي تلتاشر مليون ستمية وحدة وربعين الف تلتمية وخمسين سنتمتر قصة اربعة. طبعا رقم مهول يعني. تمام? تعوض بقى في معادلة الف اكشوال. يبقى الف اكشوال بتساوي. الام اللي هي الف ربعمية وعشرة اف مية. مقسومة على. الرقم ده مضروف في الواي. الواي اللي هي المساحة بالنيوترال اكسيز وبضاية الكطاع. اللي هو كامل على اتنين. تمام? او متين وسبعين على اتنين زائد خمس سنتيمتر. تمام? اه الخمس سنتيمتر اللي هو السمك الفلانش. اه يعني بتساوي ايه? بتساوي اه واحد بوينت اربعة خمسة طن على سنتيمتر مربع. اقارنها بايه? اقارنها بالاف مكسوم. انا بشارك في التنشان فبشارك ايه? بقانون فتيج. تمام? قانون فتيج اللي هو بتاع الاف مكسوم ده. يعني بيساوي كمان? بيساوي واحد بوينت خمسة تلاتة طن على سنتيمتر مربع. يبقى الاف اكشول بتاعته اقل من الاف اللوبل. اقول له ايه? ان القطاع بتاع كده سيف التنشان. ويبقى كده ايه? ده نهاية المسألة بتاعتي. طلب مني تشيك على القطاع. ان انا يا ربي اعمل القطاع اختار ابعاد القطاع. طلب مني انا اختار ابعاد القطاع. هكمل مسألة لحد هنا وقف. تمام? بقيت اللي تشيكات زي ما قلت لك تبقى مسألة واحدة. تمام? وكده خلاص اه كده القطاع بتاعنا اختارت الابعاد بتاعته. وبايت الساكشن ان شاء الله الجاية هنشاك على الابعاد القطاع. ونتأكد انه يا سيف. ونفعش مشكلة. ايه? 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 ايه?